اهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابق بكرة هننتظر بداية موسم جديدة لمحمد صلاح وليفربول البداية بداية نارية ليفربول هيبدأ هذا الموسم بلقاء قوي جدا مع غريمه التقليدي منشستر سيتي منشستر سيتي اللي يعني يعتبر هو الفريق الاكثر انفاقا والفرقة الاغلى في العالم منشستر سيتي يدربه طبعا العملاق بب وارديولا المدرب العبقري يعني بوب اللعبة كده زي ما بيقولوا واحد من اهم المدربين في العالم بكرة هيكون فيه لقاء ناري بيجمع نادي ليفربول بنادي منشستر سيتي على الكأس الخيرية البريطانية واحدة من يعني دي تكون الكاسر بيبدأ بيها الموسم هنقول لجماعة ان محمد صلاح حاليا هو زي ما بيقولوا كده نجم قمة مسيرته محمد صلاح النهاردة حقق كل حاجة تقريبا مع ليفربول فاس بكل الالقاب واحد حاليا من اغلى اللاعبين في العالم في عز شبابه زي ما بيقولوا لسه ما تقدمش بيه السن وليس لاعب صغير لذلك محمد صلاح هو الآن واحنا بنتكلم واحد من المعدودين في العالم هو في قمة مسيرته الرياضية وفي قمة مسيرته الكروية البعيئة النهاردة محمد صلاح كان ليه تصريقات مهمة جدا نقلتها الصحافة العالمية وكمان مدرب مانشستان بيب جورديولا كان ليه كلام مهم جدا عن صلاح ولما نتكلم عن جورديولا فنتكلم عن واحد من عمالقة لعبة كرة قدم خلينا نشوف محمد صلاح قال ايه قبل بداية الموسم المنتظرة غدا ان شاء الله في السادسة مساء بتوقيت مصر وخلينا كمان نشوف بيب جورديولا قال ايه عن نجمنا المصري محمد صلاح خلينا نبدأ مع صلاح صلاح فاز قائب صلاح قال النفاز بكل الألقاب مع فريضه ولكن عقليته دائما هي اللي بتدفعه للفوز بالمزيد من الألقاب مع الردز قال صلاح في تصريقات نقلتها شبكة أنفلد ووتش فوزت بكل شيء تقريبا مع الفريض لم ألاحظ ذلك حتى جاء ترينت ليه بعد نهاية كأس الاتحاد وقال بالمناسبة لقد فوزنا بكل شيء تقريبا هنا العلم اللي مش ياخت بقوله محمد صلاح خقا دوري الأبطال مين كان يقدر يحلم أن هو هيشوف لاعب مصري بيرفع كاز دوري الأبطال الأوروبية بيرفع كاز دوري الأبطال الأوروبية بيرفع كاز Labor showing Matterructural وبيرفع كله كوب سينجلتراء وده على المستوى ال هميش钣ل والجماعي محمد صلاح حقق فعلا كل شيء خلالي نرجع لكلام صلاح أضاف صلاح لجماعي وفردي والأجال للفوز بالمزيد فأريد دائما الفوز بالشيء للمرة والثانية أو الثالثة أو الرابعة هذه عقليتي وتابع الرعون أعتقد أننا جيد للقتال من أجل كل شيء بالتعقوطات الجديدة أيضا نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة وأن نكون إيجابيين ونذهب إلى كل شيء مرة أخرى وأكد صلاح متحمس للغاية وأريد أن ألعب مع نونس قدم موسيما جيدا ولعب بشكل جيد ضدنا في الداخل والخارج وأن رحيل منيق قال صلاح لقد قادر أساديو وسأفتقده فقد قادر مواسم رائعة مع النادي وأتمنى كل التوفيق كما أتمنى لداروين كل التوفيق أيضا وأن يسجل لنا العديد من الأهداف كذلكم محمد صلاح بيستعد لمواجهة قوية مع ليفربول أمام منشستر سيتي في استادسة غدا إن شاء الله سبت في كأس الدرع الخيرية 2022 وخلونا نروح للأسباني بيب جوارديولا المدير الفني المانشستر سيتي الإنجليزي واللي حذر فريقهم لخطورة النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول في المباراة المقررة غدا وقال بيب جوارديولا على صلاح أنه هو لاعب استثنائي يعني خلينا أقول لكم أن جوارديولا يتكلم بشكل جيد جدا على محمد صلاح وقال إن إحنا مش بنقول حاجة جديدة يعني قال إن دي حاجة معروفة أنا لا أقول أي شيء جديد عن خطورة محمد صلاح لأننا نعرف ذلك إنه استثنائي ويشكل تهديدا لا يصدق واضح إن بيب جوارديولا بيدي صلاح التأدير فعلا اللي يستحق وأضاف بيب أشعر بثقة أكبر في أنه يمكننا أن نحظى بموسم إيجابي طبعا جوارديولا حقق مع منشستر سيتي الدولة الإنجليزي السنة اللي فاتت وطبعا كان بعد صراع شارس جدا مع ليفربول وطبعا ما نجحش فيه تحقيق دولي الأبطال اللي كان مرشح ليه بقوة خصوصا بعد التعاقدات الكبيرة واللعيبة الأقوية اللي دعم بهم فريقه في كل الأماكن ولكن طبعا ريال مادريد قدر ينهي هذه البطولة اللي كانت يعني بطولة عنيفة جدا السنة اللي فاتت كان منشستر سيتي مرشح بقوة كان باريس تانجرمان مرشح بقوة ولكن ليفربول وريال مادريد قدروا ان هما يصلوا للنهائي او يصلوا للنهائي وتوجى ليفربول توجى ريال مادريد بطولة خلونا نرجع لكلام جوارديولا بيقول هو ألاء اللاعبون متعطشون لمزيد من الألقاب إنهم يحبون الفوز ضب جوارديولا هدفنا هو لعب قرة قدم جيدة ونأمل أن نكون ناجحين خصومنا في كل بطولة دائما ما يكونون صعبين للغاية ولهذا السبب فإن النسق الذي أظهرناه خلال السنوات الخمس الماضية يجب أن يجعل الجميع فخورين بهذا الفريق تعتابع قائلا سنحاول الففوز باللقب الأول إنه لشرف كبير أن نكون هنا إنه نجاح كبير أن نكون هنا نحن نعرف الخصم جيدا بالتأكيد سيحدد مدى جودة لحظاتنا بعد ثلاث أسابيع من التحضير للموسم الجديد وارديولا واضح إنه عنده صفة كبيرة في لعبته وواضح إنه عنده صفة كبيرة في فترة الإعداد اللي أخدها ثلاث أسابيع بيجهز للموسم الجديد مع مجموعة من أكبر وأهم اللاعبين حوالي العالم وأيضا واضح إنه هو مزاك الفريق الكويس طبعا غريمه التقليدي خلال السنوات اللي فاتت هو ليفربول ومديله حقه بالكامل ومدي محمد صلاح أيضا حقه بالكامل بالتأكيد كل أنظار بكرة هتكون على محمد صلاح اللي جدد عقده مع ليفربول برقم خيالي جديد واحد الآن من أغلى اللاعبين في العالم وعقد طويل الأمد مع ليفربول ليفربول يقول إنه عنده مشروع كروي جديد بتعاقدات جديدة بالتأكيد بعد رحيل ساديو مانيه اللي حصد أفضل لاعب في أفريقيا العام اللي فات واللي قدم أكيد مستوى رائع أيضا خلال العام الماضي بعد ما انتقل إلى بايرن ميونيخ الألماني يعني مغامرة جديدة لساديو مانيه وعصر جديد بيبدأوا ليفربول زي ما بيقولوا كده نجم الأول ونجم الغلاف فيه هو محمد صلاح على الجانب الآخر بيب وارديولا بيصنع فريق الأحلام برؤيته الفنية المعتادة رؤيته الفنية الكبيرة فبكرة هننتظر مباراة من مباريات القمة القروية العالمية واحدة من أقوى المباريات في العالم بالتأكيد صدام ليفربول مع منشستر سيتي واحد من أمتع اللقاءات لأي واحد بيعشق كرة القدم طبعا اتنين مدربين كبار على رأس الفريقين لما بنتكلم عن ليفربول أو لما بنتكلم عن منشستر سيتي أفضل لعبين في العالم هنا وهناك فإيه اللي هيحصل بكرة هننتظر هذه المباراة النارية ولكن بالتأكيد في كل الأحوال هتبقى عنينا كلنا وألومنا كمان كلنا مع محمد صلاح نجم ليفربول ونجمنا المصري العالمي اللي خلاص بقى نجم غلاف بالنسبة لكرة القدم العالمية ومحمد صلاح في قمة مسيرته هذا الموسم يا طارع هيعمل ايه كلنا مهتظرين لأن أكيد الموسم ده هيشكل فارق كبير وعلامة فارقة كبيرة في رحلة محمد صلاح مع ليفربول ورحلة محمد صلاح وتاريخ محمد صلاح بشكل عام إن شاء الله يظل محمد صلاح على القمة ويحقق المزيد من النجاح هننتظر بكرة هذه المباراة وكل تمنياتنا بالتوفيق لنجمنا المصري محمد صلاح دي كانت تفطية جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابع كان معكم فيها حسن نجم